متابعي قناة شاهد فيديو حبس الفنان صمي الخشاب ثلاث سنوات مع غرمة بسبب طلقة الفنان احمد سعد والان احمد سعد يكشف الكثير من الحقائق عبر هذا الفيديو تابعوا معنا الى النهية ولا تنسوا ابداء رأيكم تكلمت الفنانة صمي الخشاب على الحكم الصدر عليها بالحبس ثلاث سنوات لتأهمها باصدار شيك دون رصيد لطلقها الفنان احمد سعد وقالت ان الشيك هو سبب الازمة كان لتخليص حساباتها مع طلقها على حد وصفها مشيرة الى انها استأذنته في عدم صرف الشيك لانها متوجدة خارج مصر وليس لديها رصيد كافي بسبب وجود التزامات اخرى عليها وقالت كمان انا عرضت حياتي للخطر بسببه وفقدت تحالي بسببه ووالدتي منهارة بسبب ذلك حتى الان واكدت انها لم تحصل على حقوقها بعد الطلق ولن تتنازل عنها اما ازمة الشيك والحكم الذي حصل عليه اليوم فليس ازمة على الاطلاق بل قام المحيم الخاص بيها بعمل استشكال وسيحصل على امواله وقالت ما هيش قضية مرعبة عشان الناس بس لا الان علي انا بتكرم في برشلونة ومبسوطة وسعيدة فلوسه موجودة في البنك يروح ياخدها الله يسهله انا زهقت منه ومن مشاكله هو انسان مش طبيعي الله يشفي ولا ولا ما يشفي لكن انا صمعتي زي جنيه اذهب وقالت كمانا عندي تسجيلات بصوته بيقول له والله ما عرف حاجة عن القضية ده المحامي هو اللي عمل كده من نفسه ده انا هاخرب بيته ازاي يروح يعمل كده وايه الجنان ده طب ابقى تعالى وشوف انا هعمل فيك ايه ده انا هاخد كل حقوقي المادية والشرعية منك حيث قضت جنح الدقي بمعاقبة الفنينة سمية الخشاب بغيابيا بالحبس لمدة ثلاث سنوات في قضية شيك دون رصيد مقامة من طليقها الفنينة احمد سعد لسنة 2019 وشمل الحكم الزمها ايضا بدفع كفايلة قادرية خمسين الف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم واليكم الان تعليق احمد سعد حيث علق احمد سعد على مسألة تسببه في صدور حكم بحبس طريقة سمية الخشاب بثلاث سنوات وقال رغم كل ما اسير حول الازمة الحالية للفنينة سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ جرائي دون علمي وانا الان خارج مصر اوضح وفقت للحق ومهما كانت الخلافات انه بالفعل تمت التسوية والاتفاق على التسوية بنفوس راضية وكمل احمد سعد وقال اللي انني اتفاجأت بالاخبار من خلال الاعلام وتم فورا تصحيح المصر متعاليا عن اي اساءة او ترويج لاكاذيب عارية تماما من الصحة ولكن للأسف دأب على ترويجها اعلام الفلس والاسارة فقد عاهدت او عاهدت الله على عدم الاساءة او الافتراء مهما كانت الظروف وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون لكن احمد سعد بكل خبس نشر بالامس صورة له على الانستجرام بعد صدور حكم بحبس طلقت سمية الخشاب وعلق على الصورة وقال لا مش واخد بالي الجملة اللي اعتبرها متابعي انه رد غير مباشر على الحكم الصادر لصالحه فكيف لمحامي احمد سعد ان يقوم بعمل قضية وكمان البت فيها دون علمه الشخصي نحن نعتقد ان الصورة التي تم نشرها على الانستجرام فيها كثير من المقر ولمن شاهدها فعينيه تكون كمقر زئب اكدت سمية الخشاب في اكتر من لقاء ليها او مكالمة تلفونية عن سؤالها عن سبب الحبس وقالت ان طالقها لا يحترم اتفاقياته وان هي بتتعامل مع اكبر البنوك في مصر وسمعتها زي الفل وعمرها ما ترد ليها شيك وقالت كمان الشيك ده تقليص حسابات بنا بعد انتهاء العلاقات الزوجية كنت كريمة معاه مع اني ليه حقوق كتير عنده النفقة والمتعة والمؤخر وما فكرتش اني اسجنه بعد الاعتداء عليها بوحشية والاعتداء ده قدى الى نزيف حادة بالتحول وقلت له استنى قبل ما تصرف الشيك لاني برا مصر وما عنديش رصيد يكفي هي مش قضية مرعبة ولا حاجة وبطمن الناس اللي بيسألوا عليها سمية الخشاب مرة سألوها وقالولها هو احمد سعد ما كانش بيصرف عليكي ردت سمية وقالت هو ما كانش بيصرف عليك كنت بحوش له علشان يعمل حاجة في دنيته انما بيتي ونفسي انا كنت اللي بصرف عليهم لما تم الحكم الصادر على سمية الخشاب بتلت سنين غيابي سمية ما خلتش الاحمد سعد بفضحته بجلاجل في كل مواقع التواصل الاجتماعي في جيحة بجلاجل في التلفزيون والمكالمات التلفونية والويتس ايب وكل ما تشتهي الانفس هذه السيدة او الفنانة المصرية التي تهاجم من في يوم من الايام احسنت اليه من ضمن الهجوم الحاد على احمد سعد سمية الخشاب قالت لو طلع العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب طليقي لم يحترم كلام الكبار ولم يهتم بكلمة الناس وقالت اتعمل مع البنوك في مصر وزمعتي زي الفل وقالت سمية الخشاب انا سامحته في حقي ودمي ومردتش احبسه انا ليه حقوق مادية ومعنوية عنده ليه نفقة وحقوق شرعية والغاية دلوقتي ما خطاش كمان قالت اتهمت احمد سعد وقالت هتشوف انا حعمل ايه لما ارجع مصر فيك هو انت بتشتغل مع عصبات وبلطقية كل هذا الغضب الصادر من سمية الخشاب دليل قاطع على انها وثقت في احمد سعد وثقت في الاتفاق اللي حصل ما بينها وما بين احمد سعد واللي كان شاهد عليه مجموعة من قبار العيلة لكن احمد سعد طعنها في ظهرها كل هذا الهجوم الذي قامت به سمية الخشابة ضد احمد سعد قابله احمد سعد بكلمتين وقال لها مخدتش بالي سمية الخشابة قالت ان احمد سعد مش بيحترم كلمته ومش راجل وانسان لا يصق فيه وقالت كمان شوف بقى هو بيشرب ايه وكمان اكدت ان احمد سعد كان بيتحايل عليها علشان تتنازل عن النفقة وحقها لكن هي اتنازلت للأسف علشان خاطر ولاده وولدته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة